بس هو تساؤل اكتر منه تعليق يعني هو مش الاخوان او التهارات الاسلامية بشكل عام طول الوقت موقفة بتتغير حسب الحالة يعني من ما هو ده المحيط يعني هو طول الوقت فيه مصلحة انا بصراحة فيه ناس كتير تعجز عن فهمه يعني منين انتوا بتقولوا حجاتوا بترجعوا تغيروها وبعدين تصريحات مختلفة وبعدين يطلع حد يقول لا احنا طبعا مع مدنيت الدولة لا ولازم الشريعة الاسلامية الاساسة ولا لازم احنا دولة دينية لا احنا دولة يعني التصريحات المتضربة لكل شوية بتتقال ده بعتقد انه مش شيء جديد يعني تاريخيا يعني بضبط هو الدرس اللازم يعني الرسالة اللازم تصل للاخوان المسلمين وقوان الاسلام السياسي اننا مختلفون يعني البلد دي فيها قوة مختلفة فيها اديان مختلفة فيها مذاهب مختلفة فيها جماعات سياسية مختلفة وان هذه الاختلافات كلها لابد ان تجي لنفسها فرصة للتعبير عن نفسها ولابد ان نبحث عن طوافق وطني عام لان احنا نعيش مع بعض تحت سقف هذا الوطن ومطالبين بالتعايش ومن ثم مطالبين بالوصول على طوافق وطني عام طيب سؤال هل كل هذا لي علاقة بانه التارات الاسلامية مرهنة ومتأكدة انه المجلس لهم فبالتالي مجلس الشعب يعني القادم لهم فبالتالي وايام جمعة زي جمعة قندهار وجمعة مبارح بتدرهم قوة اكتر وهي انا بعتقد انها مش بس استعراض للقوة علشان مش بس قصدي دعاية انتخابية للمجلس هو تأكيد على انه هي دي ارضيتنا في حال ان احنا نريد ان نحشد الناس هم بيحلموا بهذا ومع ذلك خلينا نتقدم شوية بالنقاش ماذا لو هم ماذا لو هم خدوا اغلبية برلمانية هل في اي دولة ما برضو في يعني في اسس الدول يعني في اسس بناء الدول الديمقراطية والمدنية الحديثة ان الاغلبية لا تقتل ولا تذبح ولا تنفي الاخر الاقلية يعني افر انت 60% هل معنى هذا اندهي ديك حق انك تنفي ال 40% فرنسا فيها اقلية مسلم تشكل اربعة خمسة مليون بواطن فرنسي مسلم هل الاغلبية المسيحية في فرنسا من حقا انها تتبحهم كلهم مثلا او تحرمهم من بناء مساجد او دور عبادة خاصة بيهم او تقسيهم لما تمنع لما فرنسا خادت قرار بمنع الحجاب والطاقية اليهودي والصليب المسيحي كعلامات دينية هم نعوش الحجاب بس زي ما بيشاع لا لا هم منعوا كل رموز الدينية لما خدوا القرار بمنع الحاجات ديت مش احنا مش فيه قوة اسلام سياسي وقوة ديمقراطية مصرية هنا في مصر بيبقى فيه قوة ديمقراطية كبيرة مش احتاجينا مش قولنا اني ظهرت مش قولنا اني ماينفعش فرنسا بتعمل ده مش قولنا اني ذا اقصاء للاخر اني نافي للاخر مع ذلك ده اجراء قد كده وكان متاخد ضد كل رموز الدينية اه اه احنا هنا هو الاستام السياسي حتى لو نكحد في انها توصل لستين في البيان البرامان او سمعين في البيان مثلا ايه هل هاذا يعطيها الحق في انها تمنع الاخرين وتقصيه وتنفيه وتنبعهم او ده السؤال برضو انا مش موافق يعني العالم خلص فيه هذا المفهوم مفهوم ان انا خمسين في مئة زائد واحد يعطيني حق في ان انا اتبح للاخر ده ما مش موجود في اي مكان في العالم استاذ فريد ختاما ان احنا رايحين بقى الفترة الجادية مفهود نعمل ايه المفهود ان احنا نسمع انه الوفيقة بقت الزمية بقت استرشادية تلاغت خالص احنا مطلوب مننا ان احنا نطاول نفسنا نحتمل نصر على فكرة ان احنا دعاة بناء توافق وطني عام نناشد قوى الاسلام السياسي وبالذات من هو عقل منهم من هو حكيم منهم من هو حريص على مصلحة الوطن منهم ان هو يصف مع التوافق الوطني عام ان لا يغرد خارج السرب احنا في حاجة الى بناء توافق وطني عام ما يفعلوا ما تفعلوا بعض قوى الاسلام السياسي الان هو امر في منطقة الخطورة بيشوق البلد وبيخلق نعمل الاستقطاب المدمر للبلد دي علينا ان نتعايش وعلينا ان نبني توافق الوطني عام واولى خطوات بناء هذا التوافق الوطني عام هو اصدار وثيقة مبادئ دستورية لسنا في حاجة الى علي السلمي لسنا في حاجة الى المجلس العسكري كان من المفترض والمفروض لو لا تعنت قوى الاسلام السياسي وعلى رأسها الاخوى المسلمين ان نصل قوى السياسية وحزاب السياسية لمنطل هذه الوثيقة وان نلزم نفسنا بها بدل من ان نماحك في ان احنا استرشادية ولا ملزمة وكأن الالزام هنا حاجة قصرية ده الالزام هنا الادى بيه اقوى من الالتزام القصري الف مرة مفروض افترض ان احنا نطالب قوى الاسلام السياسي بانتصف مع التوافق الوطن العام هذا مطلب يعني ما لم نحققه ستخسر البلد كثيرا بكل اسف استاذ فريد زهرانو عضو الهاية لعليا الحزب المصر الديمقراطي الاجتماعي شكرا جزيلا على وجود حيث معنا النهار دي خلصت الحلقة ووضح انه من هنا لغاية الانتخابات ما تخلص دايما هختم وقولوكو يا رب طبعا يبقى نهاركم سعيد ولكن ارجوكو ما تخلوش حد يضحك عليكو ومحتاجين كلنا نذاكر نذاكر بمعنى نفهم ونحكم عقلنا ويا ريت محدش يشترينا ولا ارادتنا ولا صوتنا ولا اي حاجة سواء الفل